وجهت وزارة التضامن الاجتماعي فريق تدخل السريع المركزي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية بشأن وجود مواطن بلا مأوى بمنطقة مزلقان محيدين بمحافظة بن سويف علما بأن المواطن يظهر عليه علامات الإعياء الشديدة بسبب سوء حالة التقص وسوء التغذية كما وجهت الوزارة بسرعة بحث استغاثة مواطنة مسنة بمحافظة الجيزة بشأن طلب علاجها وكذلك طلب إداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية نظرا لسوء حالتها الصحية وتقدمها في السن كما تم إداع مواطن مسن من ذوي الهمم بلا مأوى بشارع النحاس بمدينة طنطة بمحافظة الغربية بإحدى دور الرعاية لحمايته من مخاطر الشارع وسوء حالة التقص